وسط هموم السودان تبرز معضلة للدول الراغبة في إجلاء مواطنيها وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية تجربة أفغانستان لا يمكن أن تعاد بالنسبة لواشنطن كان الإجلاء من مطار كابل ممكناً كونه تحت السيطرة الأمريكية أما في السودان فالوضع مختلف الطائرات حرقانة بالكامل حال المطارات هنا لا يساعد مطار الخرطوم تحت القصف المستمر وباقي المطارات لا تخلو من المشكلات وربما هذا ما دفع البيت الأبيض للإقرار بالحقيقة تجربة نقل الدبلوماسيين بأعدادهم المحدودة كانت ممكنة لكن الطريقة ذاته لم يكن ممهداً أمام نقل مدنيين متفرقين بأعداد هائلة وسط هدن لا سلام فيها فلا إخلاء دون وقف طويل لإطلاق النار لضمان سلامة المدنيين خطة نقل جماعي براً هذا ما تدرسه وزارة الدفاع الأمريكية لنقل مواطنيها من الخرطوم فبعد قصف متبادل لا ينقطع في محيط المطارات تستخدم أمريكا قدراتها الاستخباراتية في مراقبة الطرق وتوقع التهديدات الناجمة عن إجلاء بري محتمل الطريق إلى أرجين البري الحدود السودانية المصرية طريق بري عرضه ثمانون متراً على بعد ثمانمائة وخمسين كيلو متراً من العاصمة الخرطوم شمالاً خطة تصطدم بتحديات أمنية كبيرة خلال نقل المواطنين الأمريكيين من السودان إلى مصر طريق بري آخر وصولاً إلى ميناء بورد سودان البوابة الشرقية للسودان تبعد عن العاصمة الخرطوم مسافة ستمائة وخمسة وسبعين كيلو متراً نشرت أمريكا سفناً فيها كبديل آخر لإجلاء مواطنيها عبر البحر الأحمر تضع أمريكا خططاً بديلة قيد الدراسة لنقل ستة عشر ألف أمريكي في السودان وسط معركة تتعقد ساعة بعد أخرى وهدى تتوالى لم يكتب لأي منها الصمود غيداء السالم العربية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات